موسيقى رجانا لحضراتكم مرة تانية نستكمل أخبارنا خلونا نروح لصاحب وقع الطريق السويس زي ما معروف إعلاميا اللي كان بيسوق بحالة جنونية قادة محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عاطف رزق اليوم الأحد بمعاقبة أحمد جمال فرغالي مدير إدارة التظلمات بجامعة بول سعيد والمحبوس احتياطيا في اتهمه بالقضية المعروفة إعلاميا بصاحب وقع الطريق السويس بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه وإلغاء رخصة القيادة وكان المستشار حمد الصوين قبل عام سبق وأحال المتهم إلى المحكمة الجنائية أمام محكمة الجنيات في ختم التحقيقات التي أجريت معه بمعرفة النيابة العامة والتي أسندت إليه ارتكاب 3 جرائم تتمثل فيه الحيازة بقصد التعاطي لجوهر مخدر ترامدول في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأن أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الإنفيتامين والميثافيتامين هي مش عارفة إيه دول بس واضح أنهما حاجات صعبة أوي بدليل اللي هو كان عامله يعني في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقيادة مركبة سيارة ملاكي برعونة وعدم احتراص حال كونواقعا تحت تأثير المخدرين محل الاتهام التاني وذلك بطريق القاهرة وتضمنت قائمة أدلة السبوت في القضية شهدت أربع شهود فضلا عما ثبت بتقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي من أن العينات المأخوزة من المتهم تفيد تعطي جوهر المخدرين الإنفيتامين والميثافيتامين والميثاميفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون مكفحة المخدرات الحقيقة حكم رادع وسريع وده أمر مهم لأن مشهد كان مسير للخوف ومسير للتوتر ومسير للاستغراب إن في حد يمشي في الشارع بالشكل اللي كان ماشي به هذا الشخص وده يخلينا نقف برضو عند فكرة المخدرات والمخدرات الجديدة المهجنة الغريبة دي واللي بتخلي الواحد يعمل حاجات يعني أغرب وخارقة أحياناً للقواعد المألوفة وأحياناً تصل بي إلى مراحل من العنف اللي احنا بنشوفه في فترات اللي فاتت معظم الحالات العنف العجيبة الغير مبررة المتجاوزة قوي دي بيتضح في النهاية إن كان وراها حالات من تعاطي هذه الأنواع من المخدرات طيب خلونا نروح لصورة وتعليم اتفقتم مع حضراتكم إن احنا على مدار شهر أكتوبر هنتشارك مع بعض تحية إعزاز وإجلال وتقدير لأبطال حرب أكتوبر الأبطال اللي بسببهم إحنا جدرنا رسخة في الأرض ورسنا مرفوعة للسماء نشعر بالفخر الأبطال اللي عارفين قيمة الأرض وعارفين قيمة الوطن الأبطال اللي بيجري في عرقهم مع الدم قناعة وعقيدة وبيمشي في عقولهم مع الأفكار قناعة وعقيدة بتقول إنه دمي رخيص جدا قدام زر التراب واحدة من الوطن مش أغنية ولا كلام يعني حلو يقال في المجالس ولكن حقيقة فعلية نفذها كل بطل من أبطال حرب أكتوبر اللي استشهد في هذه الحرب الأسبوع اللي فات أنا تكلمتها مع حضراتكم عن الفريق فؤاد ذكري رئيس قوات البحرية أو قائد قوات البحرية النهاردة هكلم حضراتكم عن ملازم أول ألبير متري اسكاروس شاب من أسيوت فخر محافظة أسيوت وأبو تيج كان زي ما حضراتكم شايفين شاب وسيم وشاب يعني مشهود له من زميله ومن أصدقائه بالكفاءة وبالشخصية القوية كان معروف وسط أصحابه دايما زميله يقولوله أنت كل شيء تمرسه بمنتهى الدقة والحسابات دقيقة جدا جدا وكل خطوة أو عملية عسكرية تقوم بيها لازم تكون محسوبة بمنتهى الدقة وهي الحياة يعني تستحق وتستاهل كل هذه الدقة فكان ردوا عليهم نعم تستحق كل هذه الدقة ولكن يوما ما سأضحي بها رخيصة زميله اللي فاكرين الجملة اللي ربما هو ما كانش عارف أنها تحصل لكنه يظهر في قناعة نفسه وفي قرارة نفسه كان يعني متوقع أنه يوما ما سيضحي بحياته اللي حصل أنه يوم 18 أكتوبر كان العدو خلاص فتح صغرة وابتدى يقوم بعملية دعم وجسر طويل من الدبابات والمركبات والعتاد بيتجه أنه يدخل الدفرسوار وطيران إسرائيلي من أعلى بيحمي هذا الجسر صدرت الأوامر من القوات الجوية أنه يشتبكوا مع هذه الطيرات وفعلا بدأ الاشتباك لكن الملازم أول ألبيرمتري سكاروس كان عنده مهمة تاني أو شاف أنه قدامه حاجة تاني يعملها ابتدى عن طريق طيارته طبعا أنه يقذف هذا الجسر بزخيرة ويعني صواريخ ودمر قد ما دمر ولكن ما قدرش يدمر كل شيء وفي نفس الوقت بدأت الزخيرة بتاعته تخلص وبلا أي تفكير وفي ثانية خد القرار ارتفع لأعلى مسافة ممكنة وكلم زميله باللاسلكي وقال لهم حانة اللحظة ونزل بكل سرعته وبكل قوته فجر طيارته وفجر نفسه في هذا الجسر منعه من أنه يصل إلى الدفرسوار انفجر هذا الجسر الطويل من العتاد والدبابات في لحظة وضحى بحياته في لحظة سألت نفسي هو كان بيفكر في إيه لحظة ما خد القرار وكان بيفكر في إيه لحظة ما نفذ القرار لحظة هذا الاختيار الصعب طيب لما فكر إنه نفذ هذا القرار الصورة اللي مرت قدام عني هل مرت قدام عني صورة أهله وحبيبه وعيلته والناس الغالية عليه ولا صورة الجسر اللي ممكن يدخل الدفرسوار بكل العتاد والدبابات والمعدات دي حاجة بالرؤية عنه خلاه ما يشوفش غير بلده طيب اللحظة اللي هو بينزل فيها علشان ينفذ ده كان بيقول إيه؟ كان بيكلم ربنا كان بيقوله إيه؟ كان بيطلب منه إيه؟ كان بيناجي زي ما بنقول ربنا بيتكلم معاه في إيه؟ اللحظة اللي وصلها بمنتهى السبات دي وصلها إزاي؟ نقف هنا عند الاختيار الاختيار مش عمل فني الاختيار كفكرة الاختيار كفكرة إنك لما تكون قدامك إنك تختار كبطل ما بين حياتك وما بين مصر بلا تردد هتختار مصر بلا تردد تحيا مصر بولادها بكل ولادها اللي دمهم سال علشان يروي الأرض عشان الأرض دي تستمر وتعيش وترفع رأسها وتفضل قدام العالم كله مرفوعة الرأس تحيا مصر بدم ولادها كل ولادها لآخر الزمن شوفكوا بار بفاصل شوفكوا بار بفاصل